بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم البنات انشاء الله تكونوا كام بخير بصحة جيدة وممانية ان شاء الله جيتكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله راح ينعجبكم تستفيدوا منه ولو حاجة بسيطة كيفية فيديو تاع اليوم راح نشارك معكم كيفية تنظيم الخضر وكيفية تحافظوا على بقيات على الاكل فيديو مفيد جدا راح ييفيدكم وايضا راح نشارك معكم تحلية بشكلين مختلفين نفس المكونات تحليات درت فيها ازوج تحليات ان شاء الله حيتنا لإعجابكم في الفيديو قبل ان ندعو في الفيديو ونرحب جميع مشتركات الجدد في قناتي كلكم اهلا وسهلا بكم في القناة ان شاء الله حيتنا لإعجابكم وتستفيدوا منها يلا نبدأ بسم الله على بركة الله في الفيديو تاع اليوم اول حاجة راح نبدأ بها كيفية تشوفوا انا عندي هالليبات اللي راح نظم فيهم وندير فيهم حوايج كما تشوفوا انا دايما ممكن خرج نلقى بواد يساعدوني نشريهم كما تعرفوا يعني بواد متوفرين بجميع الاشكال بجميع الاحجام وبسوما يعني يعني لابس بهم خاصة البلاستيك تلقاهم يعني رخاص على الزجاج تشري يعني متخرجي اشري راح تفيدوا قبل بزي راح نوريكم ان شاء الله واشديروا بهم هناك كما تشوفوا عندي هالليبات هذو كنت شريتهم مليديل فيها احجام مختلفة فيها ثمانية فيها ثمن باطات كما تشوفوه باحجام مختلفة هناك عندي هذا الكرموس هذا نشريه الجيف نستعمله طاجين ولا ناكله صباح مفيد بل بزي فالبوات راح نديروه في الثلاجة باش يقعد لي يعني مدة طويلة وعندهم الاغطية كنا كنتم تشوفو واني ان شاء الله راح نرتب الخضر تاعي نظمها نوريكم كيفاش عندي هالبوات الكبيرة راح ندير فيها الباقيات تاع الخضراء اللي قاعدت لي يعني افرشت راح تشريت الخضراء وهذه اللي قاعدت لي راح نسبك فيها هي اللولة نحطها في باطا ونحطها في الثلاجة وهذه اللي قاعدت اللي قاعدت نسبك فيها يا اللولة ندير Skip لهم .. نمشط pix یہاة كما تعلمون هستمرnite من الاغطarbeiten بة بنجد بالمو Democrats galaxies الللوق operator نوشط في هذه البوات الصغار كما اشترت فيهم الكارتوس و النعنع شوية اللي فضولوا لي شوية شوية درتهم في هذه البوات الصغار عندي هذي الطماطم تشغيز هذي طماطم ثانية فضلت لي درتها في البوات هذه صغيرة و رح نضم الخضر التوعي جديدة كما كنت شوفو شريط الخضراء الكاغوت شريط فلفل طماطم يعني الخضراء كامل اللي محتاجها شريطها رح نبدأ ان شاء الله نضم فيها شريط كام الخضراء وشي يخصني نستف فيها ننظمها عندي انشبد هذو تعلق اللي البانية تعلق الثلاجة و اخسلتهم ومسحتهم ليح كما كنت شوفو طرحت زوش سوبانيت على بعضهم من التحت يعني باش ينشفوا و باش يشربوا نروا الطوباء ونحافظوا على الخضراء مدة اطول نستفها كما كنت شوفو نسبق في الحويج اللي بسامل تحت هنا يا درت غير طماطم و الكوتي الاخر درت فيه اللفت كما كنت شوفو كما كنت شوفو خرجت منه كامل اللي هو باش تقعد لي مدة طويلة وما تحكمنيش بلاسة بزيف ستفت الخضراء تعي كما كنت شوفو درتها في البانية وندخلها نحطها في بلاستها في الثلاجة وعندي هذ السلة يعني كنت شريتها هذي مدة شريتها من كنت شاركت معاكم انواع مختلفة من هذ السلة هذو اللي جوا في القرنية اللي نديرو فيهم الخضرات هنا كما كنت شوفو فضرة البصلة ندير فيها البطاطا ندير فيها الفواكي يعني الخضرات اللي تقعد لي خاصة تنفيش يعني الخضرات طويلة باش تبزد نقدر ندير تماطم فيها نقدر ندير فيها الخضرات الأخرى يعني كاغوت كوغجية ندير فيها واش نحب ننظم فيها الفواكيه والخضر التاعي راح تعطي منظر جميل المطبخ وتتنظم لي التزلي يعني الخضرات راح متوفر يعني في جميع البلدان وجمع مختلف الأشكال ومختلف الأروان شريقي واش تحبين راح متوفرين في جميع البلدان تلقيبهم انا هذي شريتها من ايكيا شريتها نفوغو هذي مدة من اللي شريتها على المنظر تاحا بعد اللي يعني كملت التفت الخضرات اعي كامل يجي المنظر تاحا شباب ورح تعني تزهي لك تنظم لك تعطي من الشكل الجميل للمطبخ تاعك ايضا هنا يا عندي هذي اللي بوات نرجعو نعطي لكم افكار باش تشريوا هذي اللي بوات ويعني بمشاء الله رامض وفرين بأشكال وأحجام مختلفة واثمينة لبس بها خاصة على البلاستيك هنا كما كنت شوفو درت عندي قطو وشوكولات اللي راح ان شاء الله راح نديروكم هذي اللي فيديو قسمتو مرسوات وحطيتو في اللي بوات وسكرتو هذي الخضراء ايضا الفواكيه اللي كنت درتهم دي كورجات ايضا راح نشاركهم معكم درتهم في اللي بوات باش يعني كل حاجة كل ماكلة تقعد في البوات تحاء وما تخرج ليش ما تخرج ليش الماكلة لثلاجة تاعي وتتخلط كامل روائح في بعضها وتفزدرنا الماكلة كما هنا ايضا فضلي شوية تاعة بنتي درتو في اللي بوات وكما كنت شوفو اللي بوات يكون بأحجية مختلفة هكذا كتفضلك الماكلة نديرها في اللي بوات باش يعني تحافظ على تحافظ على تحافظ على تحافظ على تحافظ على تحافظ على ما تفزدش وما تشرب شريحة أخرى ما تبدلش الذوق تحها هكذا يعني تفضلك ماكلة تخبيها ما تترميهاش ما تديريهاش في طاوة وتحطيها في الفريق وتتخليها بلا غيطة ولا تديريه في الطبسي والله هكذا رح تشرب الرائحة على ثلاجة تتخلط الرائحة على الأكل في الثلاجة ورح تفزد لك الماكلة رح تشرب الرائحة على ماكلة أخرى ويفزد ذوق تحها والرائحة تحها وتولي وتطيشوها أسلام تولي وتعافونا على هذه الكلمانة تولي وتعافوها الماكلة التي تفضل ما تديرها في البوات تحها رح تقعد شدة في روحها وشدة في القاوم تحها وشدة في الرائحة تحها والذوق تحها هنا كما تشوفو فضلت لي الحميش اللي طادرتها في البوات فضلت لي شوية تع سلاطة كمشتو فضلت كمية غير قليلة لكن خبيها في البوات على حساب الحاجة اللي قاعدت لي هكذا يعني الماكلة رح تقعد لكم مليحة نضيفة ورح تتخنوها وتأكلوها بدون أي مشكل ومشا ما مبارحي في قوب اللي يعني ماكلة صابحة والله وكذا يعني نحافظو على الماكلة ونعم تربي ما نرميوهاش ما نرميوش الماكلة مع أن يعني خاصة اللي معيشة تكون صعيبة ولا يكون يعني شي ما كانش المدخل ما كانش يعني حاولو الوحد أنه يحافظ على الماكلة تعوه وما نرميوهاش رح تخليك ما ترميش الماكلة رح تقعد مليحة تسخنيها تأكلها انتي والعيلة تعك عادي بلا ما تخسريه بلا ما ترمي يعني رح ت تقطس دي في المصروف ورح تقعد لك المصروف مدة طويلة وما نضيعوش ضيع ماشي مليح والان ايذن عندي هاد ثلاطة اللي يعني قعدت لي هي الخرام قديمة غسلتها مليح ونشفتها انا دايما نخسل ثلاطة ونشفها ونضيرها في دي بواتس ونعني كيف العشاء وللغطة نلقاها مخصولة ووجدة انها فقط يعني نقطحها ونضيرها في السلاطة بواية هاتي ايضا عندي شوية هادا تعلوس كنت حلية البطاطس تعملها في التزيين كنت شاركت معكم آآ شاركت معكم مسكوطة زيينت بيها وكما تشوفو قعد لي في الساكة في الساشي فرغتو في الابوات الصغيرة ونديرو في الثلاجة يعني باش ما يفزد ليش يكون محافظ على الرائحة ومحافظ على روحو باش يعني ما يفزدش نديرو في الثلاجة ولا احنا يا ستفت كامل واش عندي بقيت على الاكل على الخضر ستفتو في اليبوات كما راكم تشوفو الان شاء الله راح نمرو باش نديرو التحليات عنا نهار اليوم بدرت التحليات بتحليتين ان شاء الله راح تنلقي عجبكم جي ما شاء الله وش نحتاجو لهي التحليات ان شاء الله نحتاجو ربع بيضات تكونوا بدرجة حرارة المطبخ ما يكونوش باردين نضيف لهم ربع ملاعق كبار سكر ما يعدل ثمين جرام ونضيفو كيس تعفاني ورشة تعمل وبعدها نضربو بالخلط الكهربائي نضربوهم لي حتى يعني يرجع لشكل كريمة يولي اللون تعوه ابيض وشكلنا فوقاعة يولي على شكل كريمة بعدها راح نضيفو نصف كيس تعزيز ما يعدل سبعين جرام نضيفوه بشوية ومع الاستمرار بالتحريك بالخلط الكهربائي حتى نخلصو كامل هذك الزيت بعدها راح نضيفوه انضيفو الفارينا الفارينا نحتاجوه ميتة قرام فارينا مايعدل الكاس انا الكاس يستعملو يهز ميتة قرام هذك نستعملو كاس ممر ونضيفو شوية تعا بعدا نضيفوه بعد اللي ضفنا الفارينا 습니까 sol نضيفو نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات ونضيفو نصف ملعقة صغيرة بيكربونات السودا ملعقة صغيرة فقط اذا كانت غير متوفرة يمكن تستغنوا عليها لكن رح تخلي البسكويتاكم يجيه شي جبل بزاف بالاحسن انكم نديروها ونضيفو زجمال نخلطو المكونات مع بعض دائما بالخلط للكهربائي ثم نضيفو زجمال لعق كبار كاكاومور نادرت كاكاومور ربيو استعملو ثلاثين قرم ما يعادل ثلاثين قرم ونخلط بالخلط الكهربائي حتى يعني تتجانسنا المكونات وبعدها نجيبو بلاي لدخلنا للفور اناديت البلاي القطرة تاعو ثلاثين على ستو ثلاثين حليتو كي مشتو البلاي تاعي يتحل يزيدو ينقص درت بابي كويسون من تحت وبعدها فرقت الخاليط التاعي وبعدها اا ندخلوه للفورن على درجة مئو ثمانين بعد اللي كنت يعني سخلنا الفورن تعنا من قبل وندخلوه خلي من عشر دقائق اثناش دقيقة بعدها رح نجهزو الكريمة بالنسبة للكريمة مكونات بسيطة جدا نحتاجو خمسمائة خمسمائة ميلي لتر من الحليب نضيف لها زوج ملعق كبار من الفيرينا ما يعادل ربعين قرم زوج ملعق كبار من ميزينا ايضا ما يعادل ربعين قرم ونضيفو كيست على فاني ونضيفو زوج ملعق كبار بتاع كاكاو امر نفسو اللي درناه في العجينة ونخلطو المكونات مليح بارد في بارد ونضيفو بيضة كاملة ونضيفو بيضة كاملة ونضيفو بيضة كاملة ونضيفو بيضة كاملة ونستمرو في التحريك حتى نتحصلو على كريمة نحطو بيسكويت ايراني جبت ثو نغطي ونشغلوها على جرنب الكريمة تعي وضفت لها 100 كرام من الشوكولاتة السوداء وضفت لها 50 كرام من الزبدة مع الملعقة كبيرة مع مرملي 50 كرام ونخلط المكونات خاصة بعد important يجب الكريمات عين، نقوم بها في غاذيبيو، وبعدها نقوم بها مع بابي فيلم و خليها على جنب حين تبرد كي تبردنا هي تتوليتين تبرد لكم، تدخلوها للثلاجة، لن يفرد لكم مليح، ولكن عندكم الوقت تخليوها كو تحتن تبرد، من الأحسن، تدخلوها لثلاجة بشي تبرد لكم مليح هنا البسكويتا عنا راه برد تماما والكريمة الثانية راهي بردة راهي في الثلاجة قسمت البسكويتا عيه على ثلاث مرسويت كما تشوفو ثلاث مرسويت متساويين بعدها جبت البلاتا على تقديم نبدأ نحط الضبقة الأولى من بسكويتا عيه ونبعدها رح نجهز الكريمة يعني بعد اللي راهي بردت هذه الكريمة ونضيف لها الكخام فخاش أنا قدرت طلعت لكخام فخاش بباطة فيها 20 سليلي لتر طلعتها مليح اضيف لها شوية تاع سكر والله إذا كنتم متحبوش السكر بزيف ما اضيف لهاش أنا ما اضفت لهاش السكر ونبعدها نجيب الكريمة تعيب بعد اللي بردت مليح نضيف لها هذيك الكخام فخاش اللي طلعتها كخام فخاش تقدرو تعوضوها بالكخام شونسي لا بودخ شونسي مع الحليب طلعوها عادي تقدرو تعوضوها بها ونبعدها نخلطو الكخام هذيك اللي درناها تاع شوكولات مع الكخام فوتيكنا طلعناها خلطوهم مع بعض ونضربوهم شوية بالباتر ونبعدها نديروهم في الثلجة واحد الساعة هكذاك نديروها بفريق وحتن يعني الكريمة تعنا تتماسك شوية ونبعدها نبدأ ونطلعو نطلعو القاطوة تعناك كما راكم تشوفو بعد اللي حطينا الطبقة الاولى من البيسكويت حطوا طبقة تكون عريضة شوية تاع الكريمة بعدها نضيفو نحطو نحاولو نعني نسدفوها مليحنا عدلوها مليحو جي عالية شوية بعدها نحطو الطبقة ثانية من البيسكويت وبعدها نحطو الكريمة وهي راح حتن يعني عدنا تخوة عدنا تخويتاش تاع البيسكويت ونحاولو يعني نعادلو الكوتي خليكم عالصور بعد اللي ستفتي يعني البيسكويت تاعي ودفهم الكريمة هنا يا حشيت الجوانب هنا اللي عني المقطع راحلي هنا الكريمة هذي كلي قعدت يعني اللي خليتها اكوتي طلقت شوية كما بتشوفو بعد اللي يعني تسدفو تقدر تدخلو دخلو البيسكويت تاعكم للفريقو وخليوه يتماسك مليح بعد اللي تديرو الطبقة تدخلوه للفريقو تخليوه يتماسك هنا يا دزت شوية تاع سكر للكريمة تاعي لهذا وليت شوية ميهة درت طبقة خفيفة من الفوق وبعدها جبت شوكولة نواغ ووسيتها برشتها برشتها بل هذيك اللي انقشروا بها الباطة تعطت الناشك الجميل للشوكولة ورشيتها من الفوق ومبعدها جبت هذ اللي بقولت على شوكولة وزينت بهم يعني التزيين اختياري تزينو كما بغيتونتوما مشي لازمت تزينو كما زينتنا زينو بالشي اللي متوفر عندكم ولو الشكل تحى يجي ما شاء الله وايضا جي عالية ويجي رائعة يعني مكش رح يتزيدي تشري يعني من برا وجديه في الدار صحي وعلى بلك وش فيه وش ما فيهش لأولادك رح يأكلوه ويجي ما شاء الله يجي افضل من تعبرة قطعتو دي مخصو كما راكم تشوفو شكل تحو على هودا هو الشكل النهائي بعد قطعتهم مرسوات يجي ما شاء الله شاء الله جربوها واتن الاعجابكم اجيه الشيشة ووجي طرية خاصة اللي يحبو ذوق الشوكولاتة رح يتعجبهم بالبزيف اما هنا يا كما كشفو عندي هذو كلي كوتي الجوانب لنحيتهم حشيتهم حطيتهم في طبسية وراح ندير بيهم تحلية اخرى تحلية مناسبة ديروها للضيوف او ديروها في سهرات رمضان ان شاء الله اللي را قريب ما مزلش بزاف لرمضان ان شاء الله ربي بلغنا بالخير والصحة ان شاء الله كما تشوفو نحطو الطبقة من هذك الكيكتاعي بعد اللي فرت التوم ورسوات صغيرة ندير طبقة لان بعدها نجيب هذيك الكريم اللي قاعدت لي اللي يزينت بها من الفوق لنفس الكريمة اللي حشيت بها نديرو طبقة من الكريمة من الفوق بعد زيدو طبقة اخرى جبت ان هذ الحلوة تيكس قطعتها مرسو الصغار في ارتتها كما كبتشوفو حطيتها كطبقة ثانية يعني باش نبدلو شوية في القوتحة بعد زيد كمية اخرى من هذك البقايا تيك الحلوة نزيد نزيد عني شوية من الكريمة هذيك ومعدها نزينها تزين كما تحبو حطيت حبة من هذك الشوكولتا وبعدها زيت زينتها بنصف حبة تاعد ويكس تشوفو الشكل السحاج ميل بززاف تديرها يعني يكونو عندك ثيوف والله مناسبة كما اجدو من البقايا الكيك تديري يعني تحليتين تحليه 11 صفرين بحجر واحد تشوفوشك التحيج مليح بالبزير مليحة سهرة تحت رمضان ولا مليحة للضيوف ما شاء الله وجود ضوق تحاء مختلف شوية لان نادرنا فيها هذك تويكس تقدروا يعني تستغنوا على هذك تويكس ولا تديروا اي حلوة عندكم لا اي شوكولات كما تقدروا تستغنوا عليها تماما ديروا فقط البقية تحليه ولا كخام هذك اللي فضلت ولا هذا هو الفيديو نهار اليوم شاء الله يكون لعجبكم وكان خفيف ضريف ما كنتش هترتي بزيف ان شاء الله تستفيدوا منه في الاخر مالي اغنقلكم تهلا وفروحكم اذا اجبكمنا فيديو وما تستجديني جملة فيديو تبارتجوه مع الاهل والاصدقاء اتركوكم في حفظ الرحمن وفيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة